بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإيمان منحة من الله جل وعلا يمن به على من يشاء من عباده فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي للإيمان بمنه وكرمه ولله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فهو منة من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة يوفق الله لها من هو أهل لها من عباده ويحرم من لا يصلح لها والذي خلقكم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير والإيمان فيه فضل عظيم وخير كثير عاجلاً وآجلاً وهو يتكون من أركان ومن شعب وأعمال كثيرة انخصال الخير ولهذا عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي هذا هو تعريف الإيمان الشامل المأخوذ من الكتاب والسنة وهذا الإيمان له أركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام بحضرة أصحابه فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان الستة التي إذا نقص واحد منها لم يصح الإيمان وله شعب كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أدل هذا الحديث على أن كل خصال الخير وأعمال البر كلها داخل في الإيمان وتسمى شعب الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا نطق باللسان وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الإماطة عمل دل على أن العمل داخل في الإيمان والحياء شعبة من الإيمان والحياء عمل قلبي وهو خلق يحمل الإنسان على ما يجمله ويزينه ويكفه عما يدنسه ويشينه هذا هو الحياء شعبة من الإيمان فدل هذا الحديث على أن الإيمان له أعلى وعلى أن له أدنى وعلى أنه قول واعتقاد وعمل ودل على أنه يتفاوت فهناك من يكون إيمانه كاملاً ومنهم من يكون إيمانه ناقصاً ومنهم من يكون متوسقاً لحسب ما يوفق الله له العبد ولكن كل أهل الإيمان من أهل الجنة ولو كان إيمانهم ضعيفاً فأهم من أهل الجنة قد جاء في الحديث الصحيح بل فيها حديث صحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان لأن المؤمن وإن دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها ما آله إلى الجنة وأما الكافر والمنافق فإنه مخلد في النار والعياب بالله لا طمع له في الجنة فالإيمان منحة عظيمة يمن بها الله جل وعلا على من يشاء من عباده وهو كما عرفه أهل السنة والجماعة كما سمعتم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجواره ليس قولاً باللسان فقط فهذا إيمان المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار كما قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط فالكفار والمنافقون يؤمنون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم ولا يعملون بجوارحهم إما من باب الجهود وإما كما قال جل وعلا وَجَحَدُوا بِهَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ يعني فرعون وقومه وَجَحَدُوا بِهَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فهم يؤمنون في قرارة أنفسهم وموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لقد علمت وَإِنِّي لَا أَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا والله جل وعلا قال في المشركين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يعلمون بقلوبهم أنه رسول الله صدقا ولكن منعهم الكبر والجهود أن يتبعوه ولم ينفعهم إيمانهم بقلوبهم وليس الإيمان هو القول باللسان واعتقاد القلب فقط كما تقوله الفرقة من المرجعة لا بد من العمل اعتقاد بالقلب وعمل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لا بد من هذه الثلاثة يزيد بالطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فدل على أن الإيمان يزيد بذكر الله وسماع القرآن يزيد بذلك الإيمان وما كان يزيد فهو ينقص ينقص بالمعاصي ولقوله صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى أدل على أن الإيمان له أدنى أنه ينقص حتى يكون مقدار حبة خردة وكما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة دل على أن الإيمان يضعف ويصل إلى مثقال حبة خردة هذا معنى نقصان الإيمان والناس ليسوا على حد سوى في الإيمان هذا شيء مشاهد أمن الناس من إيمانه قوي ثابت كثبات الجبال لا يتزحزح مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثابت كامل لا يتزحزح مع الهزات ومع الحوادث المروعة ثابت راسخ في القلب وهناك إيمان يتزعزع ويضعف عند الحوادث وعند المصائب وعند الشدايت يضعف الإيمان عندها تحملها ومنهم المتوسط فالناس ليسوا سوا في الإيمان هذا شيء مشاهد معروف فالإيمان يزيد وينقص في قلوب الناس واعتقادهم والإيمان والإيمان له آثار على الفرد وعلى الجماعة فالفرد يعصمه الله بالإيمان من الوقوع في المعاصي والسيئات يعصمه الله بالإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم فالإيمان يهدي إلى الخير ويمنع من الشر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني أجزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فالإيمان يمنعه من ذلك إذا كان إيمانا قويا ما إذا كان إيمانا ناقصا فقد يقع في هذه الأمور الكبائر والصغائر أما إذا كان الإيمان قويا فإنه يمنع صاحبه من مقارفة المعاصي والذنوب هذا في الدنيا وفي الآخرة يبوئه الله المنازل العالية في الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء فيرفع الله أهل الإيمان للدرجات العلا في جنات النعيم وهم في الدنيا في عز وكرامة وعلى نور من الله سبحانه وتعالى فيما يأتون ويذرون وأما أثره على الجماعة ويثمر المحبة في القلوب المؤمنون يتحابون بموجب الإيمان ولو كانوا متفرقين في بلادهم أو في زمانهم حبوا بعضهم بعضا لا يؤمن واحدكم حتى حب لأخيه ما يحب لنفسه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار هذا هو الإيمان إذا باشر القلوب فإنه يكون حصناً لصاحبه فالمؤمنون يتحابون سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو متفرقين في مشارق الأرض ومغاربها فالمؤمنون إخوة بكل زمان ومكان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فأنت تحب المؤمنين من أول الخليقة إلى آخرها كلهم إخوانك الإيمان له أثر على المؤمنين في التعاون بينهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه آثار الإيمان على المجتمع المسلم فأنت تجد المؤمنين تجدهم متحابين مترابطين متعاونين وتجد الكفار والمنافقين متنافرين وإن كانوا في ظاهرهم مجتمعين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فالكفار متباغضون ولو أظهروا للناس أنهم مجتمعون وأنهم الكفر يفرق بينهم وأما الإيمان فهو يجمع بين قلوب المؤمنين كان العرب في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متعادين متنافرين متحاربين كالوحوش يأكلوا بعضها بعضا القوي يأكلوا الضعيف ولا ترابط بينهم ولا اجتماع بينهم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق جمعهم الله بالإيمان فصاروا إخوة متحابين في الله عز وجل الإيمان لا يفرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود لا يفرق بينهم كلهم إخوان متحابين متعاونين ولهذا ذكر الله عباده بهذه النعمة في قوله تعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أنقذهم من النار وأنقذهم من العداوة والبغضى فيما بينهم وجمعهم على الإيمان أمة واحدة لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى لا فرق بين بلال وسلمان بلال الحبشي سلمان الفارسي وصهيب الرومي لا فرق بينهم وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر إخوانهم بالإيمان جمع بينهم وألف بينهم أجعلهم إخوة في الله إخوة في الله لا في النسب قد يكون أخوك من النسب أو أبوك من النسب أو قريبك من النسب لكنه إذا كان غير مؤمن فإنه عدوك قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هذا الإيمان وأيدهم بروح منه الآية فهذا أثر عظيم من آثار الإيمان أنه يجمع بين القلوب ويؤلف بين الناس وإن اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم يؤلف بينهم الإيمان انظروا إلى الذين يأتون إلى الحج والعمرة من مختلف الأجناس والجهات واللغات والألوان تجدون تجدونهم يتجهون اتجاهاً واحداً يصلون ويقفون بعرفة ويأتون إلى المزدلفة جميعاً لا يختلف منهم أحد ما الذي يسوقهم طمع دنيوي يعطون دراهم لا الذي يسوقهم هو الإيمان الذي يجمعهم من مشارق الأرض ومغاربها وفي مواطن الاعتراك والزحام لا يضر بعضهم بعضاً بل يشفق بعضهم على بعض ما الذي صنع بهم هذا إلا الإيمان بالله عز وجل ما جاءوا طامعين في دنيا أو جاءوا خايفين من سطوة ظالم يسوقهم إنما جاء يسوقهم الإيمان الذي في قلوبهم التقوا على الإيمان وعلى محبة محبة الله ورسوله ومحبة إخوانهم المؤمنين صاغهم الإسلام والإيمان هذه الصياغة العظيمة لو حاولت أن تجمع عشرة أشخاص أو أقل أن تجمعهم على قلب رجل واحد ما استطعت أبداً لو بدلت المال لو بدلت السطوة والضرب ما استطعت والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فهذا هو الإيمان أيها الإخوة وهذه آثاره على المسلمين كذلك من آثار الإيمان على المؤمنين أن المؤمن لا يغش أخاه المؤمن ولا يخدع ولا يخون أخاه المؤمن فإن خان أو غش أو ظلم فهو ناقص الإيمان عنده نقص في إيمانه فالمؤمن حقاً لا يمكن أن يغش أخاه ولا يظلم المؤمن حقاً يوفي بالعهد إذا عاهد لا يخون العهد لا مع المسلمين ولا مع الكفار لا مع الولاة ولا مع العامة وأوفو وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ألا يخون المؤمن لا يخون إيمانه يمنعه من الخيان والغدر والظلم والعدوان حتى مع الكفار إذا عاهدهم يفي لهم بالعهد وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة رواه البخاري هذا هو الإيمان أيها الإخوة فنسأل الله عز وجل أن يمنى علينا وعليكم بالإيمان الصادق الإيمان الثابت في القلوب وأن يجمع بيننا وبين إخواننا المؤمنين في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان كذلك المؤمن يصلح بين المؤمنين إذا حصل بينهم نزاع يصلح يسعى بالصلح ولو أن يتحمل مالا في ذلك قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فالمؤمن يسعى بالصلح ويسو النزاع بين إخوانه المسلمين لا يمشي بالنميمة لا يمشي بتفريق بين المسلمين لا يحرش بين المسلمين يؤلف بل إذا وجد خللاً بين اثنين أو بين جماعة سعى في الصلح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك فسوف نوتيه أجراً عظيماً الإصلاح بين الناس هذا شأن المؤمن أنه يسعى بالإصلاح بين المختلفين حتى يعود الوئام بين المؤمنين ومحبة بين المؤمنين فهو عضو صالح في المجتمع بسبب الإيمان بسبب الإيمان الذي يحمله ولا يرضى لإخوانه النزاع والاختلاف بل يريد أن إخوانه يتآلفون ويجتمعون فالمؤمنون جماعة واحدة وأمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فالمؤمنون يجتمعون على الإيمان وعلى الطاعة وعلى فعل الخير يجتمعون على الصلوات الخمس جماعة يجتمعون على صلاة الجمعة يجتمعون على صلاة العيد والاستسقى والتراويح يجتمعون المناسبات الدينية بسبب الإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أن يكونوا من المهتدين هذا هو الإيمان أيها الإخوة رزقنا الله وإياكم الإيمان الصادق وغفر الله لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان المؤمن لا يقتصر على نفسه بل يشرك إخوانه في دعائه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يدعو لإخوانه المؤمنين أحياء وأموتا هذا من موجب الإيمان في قلبه وهذه آثار الإيمان على المؤمنين نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم للإيمان وأن يثبتنا عليه وأن يقويه في قلوبنا وأن ينفعنا به أحياء وأمواته صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين اللهم صلى الله ورسول الله حسن الله إليكم معالي الشيخنا على هذا الكلام المستفيض في هذا الموضوع الهام ولكثرة الأسئلة سأورد الأسئلة التي تتعلق بالموضوع ابتداء وأن بقي في الوقت متسع إن شاء الله لعلنا نعرض بعض الأسئلة التي تتعلق بمواضيع أخرى معالي الشيخ يقول ما رأي فضيلتكم فيما انتشر هذه الأيام من نقل كلام العلماء بعضهم لبعض على وجه الإيقاع بينهم ونشر ذلك في المواقع الإلكترونية وإسقاط هيبتهم عند عامة الناس هذا ليس عمل المؤمنين المؤمنون يسعون كما سمعتم يسعون بالإصلاح بين الناس تأليف القلوب جمع الكلمة هذا شأن المؤمنين إنما هذا تحريش وإلقاء العداوة بين الناس هذا عمل المنافقين الذين يدعون الإيمان وليس في قلوبهم إيمان فهذا عملهم ويقعون العداوة لو خرجوا فيكم يعني المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا حلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالم هذا شأن المنافق فلا يعمل هذا العمل ويبحث عن زلات أهل العلم وينشرها لينفر الناس عنهم وليرخصهم عند الناس إلا منافق يريد تفريق المسلمين نعم أحسن الله إليكم يقول كثرة الذكر والاستغفار مع غفلة القلب هل تزيد الإيمان لا الذكر إنما يكون بحضور القلب أما ذكر باللسان بدون حضور القلب فهذا لا لا يجدي شيئا نعم يقول هل يجوز تكفير الجاهل مثل من يطوف بالقبور وهو لا يعلم أنه عمل كفر وهل يجوز تكفير المعين أم لا كيف لا يعلم أنه كفر وهو يتلو القرآن يسمع القرآن الذي يحذر من الشرك وقل أن تجد سورة ما فيها التحذير من الشرك ما هو الشرك لازم أنه يعرف الشرك ما هو أنه عبادة غير الله سبحانه وتعالى الله أمر بعبادته وحده لا شريك له في آيات كثيرة ونهى عن الشرك وهو عبادة غير الله ومنها الاستغاثة بالأموات والطواف بالقبور وغير ذلك كيف لا يعرف الشرك هو مسلم ويتلو القرآن ويحضر الدروس ويسمع المحاضرات ويسمع الخطب خطب الجمع لكنهم يقولون هذا دين المتشددين هذا دين الوهابية هذا دين الخوارج ينفرون الناس من هذا ولا يقبلون الحق والحج قامت عليهم الحج قامت عليهم إذا لم تقم الحج بالقرآن فبماذا تقوم نعم معالي الشيخ البعض يشكو من وقوعه في الذنب ثم التوبة ثم وقوعه مرة أخرى يشكو حاله ويسألكم يعني ما هي الوسائل المعينة في مثل هذه الحالة لا يأس من رحمة الله كل ما أذنب يتوب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا فيتوب إلى الله ولا ييأس ويقول أنا أذنبت ولا في فائدة لا هذا قنوط من رحمة الله ولا يجوز هذا الله جل وعلا يتوب على من تاب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فتوب إلى الله مهما تكرر منك الذنب كرر التوبة ثم اعمل الأسباب الواقية من تجنب الذنوب رفقاء السوء وجلساء السوء اجهنبهم لأنهم من قلون لك الشر وتتأثر بهم جالس الصالحين وأهل الخير استمع إلى الذكر وأحضر مجالس العلم حافظ على الصلوات المفروضة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه أسباب الوقاية من هذا الشر نعم أحصل الله إليكم يقول إذا أصاب المسلم بعض الابتلاءات هل يدل ذلك على نقص إيمانه وبالتالي أنه عوقب بهذه المصائب المصائب لا بد أن تجري ولها أسباب لها أسباب من قبل العبد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالمصائب لها سبب وهو أفعال العباد فعلى المسلم أن يتوب إلى الله أولا يصبر على المصيبة ولا يجزع وثانيا يتوب إلى الله لأنه ما أصابته إلا بذنب يتوب إلى الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم يقول جاء في الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وسؤالي هل مثقال الذرة يحجبه عن العذاب الأبدي نعم هذا مقتضى الحديث لا يخلد في النار من في قلبه إيمان ولو كان يسيرا فإن الله يخرجه من النار لا يخلد في النار إلا من ليس في قلبه إيمان وهو الكافر أو المنافق نعم يقول من يتخلف عن الصلوات الخمس في المسجد خصوصا صلاة الفجر هل على إيمانه خطورة وهو يقضيها بعد خروج وقتها نعم الآفات على الإيمان وماذا يبقى عند الإنسان من الإيمان إذا لم يحافظ على صلاته ماذا يبقى عنده إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها تعمد أنه ينام يقول متما استيقظت وصلي إذا قمت بروح للعمل والوظيفة وصلي ما يجوز هذا لم تعمد ولا تقبل صلاته لو صلىها ما تقبل لأنها في غير وقتها وهو متعمد لإخراجها عن وقتها فلا تقبل منه لكن عليها أن يتوب إلى الله ويرجع ويحافظ على الصلاة في وقتها ومع الجماعة نعم يسأل عن الفسق الاعتقادي وما هي الأحكام المترتبة عليه الفسق الاعتقادي مثل مقالات الجهمية والمعتزلة وهذا فسق اعتقادي المقالات الجهمية والمعتزلة والخوارج هذا فسق اعتقادي بالقلب وأشده والعياذ بالله دعا غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح بغير الله بناء المساجد على القبور غير ذلك هذا أشد من الفسق العملي الذي هو الشهوات الشهوات فسق لكنها فسق عملي أخف من الفسق الاعتقادي نعم يقول هل صحيح ما ورد عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهل يعتبر من قال ذلك من أهل البدع نعم هذا قول الكوفيين ومنهم أبو حنيفة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل بعضهم يقول العمل شرط في صحة الإيمان بعضهم يقول ما يسترط العمل وهذا قول المرجعة قول المرجعة ومن قاله من أهل السنة الحنفية يقال لهم مرجعة أهل السنة عندهم مرجعة لا في شك نعم يقول من المعلوم أن لكنهم من أهل السنة لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر ويثبتون الأسمى والصفات لله عز وجل ويخلصون العبادة لله عز وجل فهم من أهل السنة لكن عندهم هذا النقص وهو الإرجاء نعم أحسن الله إليكم يقول من المعلوم أنه والعياذ بالله أن سبى الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذات الإلهية كفر ولكن السؤال هل من وقع في مثل هذا الذنب العظيم هل له من توبة وكيف يكون ذلك أما فيما بينه وبين الله فله توبة إذا صدق مع الله له توبة من يحول بينه بين التوبة ولكن في الدنيا لابد من إقامة الحد عليه لابد من قتله وإقامة الحد عليه نعم يقول الحسنات على السيئات فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نعم يقول سمعت من بعض طلبة العلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يعد من مرجئة أهل السنة هل هذا صحيح أم لا والله ما اطلعت على شيء من كلامه في هذا نعم يسأل ويقول هل المستهزئ بالله سبحانه وتعالى أو المستهزئ بالقرآن والإسلام ينعدم إيمانه ويصبح خارج نطاق الدين هل نعم يقول هل المستهزئ بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإسلام ينعدم إيمانه ويصبح خارج نطاق الدين ويكفر بذلك وهل بقي شيء إذا استهزأ بالله ورسوله ما بقي شيء ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله حكم عليهم بالكفر لأنهم استهزأوا بالله وبرسوله وبآياته وبآياته الله حكم عليهم بالكفر بعد الإيمان نعم أحسن الله إليكم يقول ما الفرق بين الإسلام والإيمان وأيهما أعم وأكمل الإسلام والإيمان الإسلام في الظاهر الأعمال الظاهرة أركانه خمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام هذه أعمال ظاهرة والإيمان له ستة أركان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره والشره وهذه أعمال باطنة في القلب ولابد من اجتماع أركان الإيمان وأركان الإسلام لابد من اجتماعها فلا إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام لا بد من اجتماع الأركان الظاهرة والباطنة نعم أحسن الله إليكم يقول انتشر في هذا الزمن تعرضه لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الآونة الأخيرة تعرض لهم من قبل بعض طلبة علم من أهل السنة ما تعليقكم على هذا أبدا أهل السنة الذين يعرفون السنة ما يمكن يتكلمون في الصحابة إنما يتكلم في الصحابة من من ينتسب إلى أهل السنة الجهال الجهال والمتعالمون أما أهل العلم والبصيرة لا يمكن أن يقعوا في شيء من تنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا تكذيب لله ولرسوله الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه في المهاجرين الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا هذا موقف المؤمنين من الصحابة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رووف الرحيم فلا يمكن أن المؤمن الذي الذي عنده علم من الكتاب والسنة ويعرف قدر الصحابة ويعرف ما قاله الله فيهم وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وقال الله جل وعلا في وصفهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجد يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذه صفة الصحابة في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستوى على سوقه يُعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ انتبهوا ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُبغضهم إلا كافر بنص هذه الآية الكريمة فلا يجوز لأهل السنة والجماعة أن يقع في قلوبهم شيء أو شك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا عند المنافقين لا يبغضهم إلا منافق عند أعدائهم الشيعة الرافضة الذين الذين شرقوا بالإسلام والدين وعلموا أن هذا الدين إنما جاءنا بنقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ظهر هذا الدين بجهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضوهم من أجل ذلك من أجل أنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده فأظهروا هذا الدين في المشارق والمغارب ودعوا إليه وعلموه للناس هذا الذي حملهم على بغض الصحابة نسأل الله لا فيه نعم حسن الله إليكم يقول هل من مقتضى الإيمان ألا تكره الزوجة زواج بعلها عليها إذا كانت كراهية طبيعية هذا شيء غصب عليها طبيعية أما إذا كانت تكرهه كراها دينية هذا خطير لأن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى فلا يكره شرع الله وما أباح الله ما يكرهه المؤمن أبدا لكن قد تكره هذا كراها طبيعية طبيعة النساء كذا وغيرة النساء كذا نعم أحسن الله إليكم في مثل هذه الأزمنة ومع هذه الفتن يكثر يعني إيراد أحاديث الفتن والملاحم ما الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذه الأحاديث لا يريدها إلا أهل العلم والفقه في دين الله يبينونها للناس ما يردون هكذا تشتبه على بعض الناس تشكل على كثير من الناس لابد من البيان والتوضيح نعم يسأل وحسن الله إليكم عن ما يستطيع أن يقدمه لإخوانه في سوريا وفي الشام وهل يجب الجهاد في مثل هذا الزمان أم لا الجهاد يجب إذا دعا إليه ولي الأمر إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وشكل جنودا للجهاد فإنه حينئذ يجب على من عنده الاستطاعة واستنفره الإمام أن ينفر إذا استنفرتم فانفروا ما لكم إذا قيل لكم وانفروا في سبيل الله إذ فقلتم إلى الأرض لابد أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر المسلم أما الأفراد وكل يأخذ السيف والسلاح هذا ما ينتج شيء هذا ينتج سفك دماء ولا ينتج اجتماع كلمة ولا ينتج شيئا هذا الشيء مجرب واقع واجبنا الدعاء لإخواننا المسلمين دعاء لهم بالنصر دعاء لهم بالتوفيق الدعاء على من ظلمهم نعم أحسن الله إليكم يقول ما هي أفضل الكتب التي تعين على زيادة الإيمان كتاب الله لتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا عليك بتلاوة كتاب الله عز وجل وحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسة الصالحين وأهل العلم الاستماع للخير حضور الخير ومدارس الخير نعم أحسن الله إليكم يقول في السنوات الأخيرة كثر من يركز على الحديث عن المرأة ويدافع عنها بزعم يعني الانتصار لها وظاهره في ذلك الإصلاح وباطنه كما هو ظاهر الخبث والمكر ما أثر هذا الفعل على إيمانهم وما نصيحتكم لهم المرأة في الإسلام أنصفها الله عز وجل وحماها وأعطاها ما يليق بها لشرع الله عز وجل وما زالت المرأة المسلمة في عز وكرامة في هذه البلاد ولله الحمد مصونة محترمة مكرمة فالذي يريد أن ينصر المرأة ينصرها من الكفار الذين أهانوها وبخسوها حقها وظلموها وجعلوها سلعة رخيصة لشهواتهم ورغباتهم إن كان يريد نصرة المرأة صحيح فليحررها من رق الكفر والكفار والمفسدين في الأرض أما يبحررها من الإسلام والمسلمين فهذا معاند لله ولرسوله وظالم للمرأة هو ظالم للمرأة لأنه يريد أن يسلبها حقها الذي جعله الله لها في الإسلام نعم أحسن الله إليكم يقول ما رأيكم فيما فعله مختطف القنصر السعودي في اليمن وهل هذا الفعل يعد مشروعا أم لا إن كانوا من أهل الإيمان ومسلمين فعليهم أن يتقوا الله في أخيهم ولا يجوز لهم هذا هذا أول شيء مضره لأخيهم تعريض للخطر وثانيا هو معصية لولي الأمر وليأمر المسلمين ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدبلوماسيين حتى ولو كانوا كفارا في بلاد المسلمين لا يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل مناديب الكفار ورسل الكفار بل كان يستمع إليهم ويردهم إلى بلادهم ولا يتعرض لهم وهم كفار فكيف بمسلم يأخذه ويخطفه من يدعي الإسلام أهكذا الأخوة في الإسلام هكذا الأخوة في الدين هذا ليس من الإسلام في شيء نعم يقول نرى كثيرا من طلبة العلم ليس لهم عناية في تقرير أصول أهل السنة والجماعة لا سيما في شأن الصحابة والسمع والطاعة فما توجيه مع عليكم أن لا يستمع إلى هؤلاء ولا يجلس معهم إذا كان هذا توجههم وهذا توجيههم للناس ينبغي هجرهم والبعد عنهم نعم يقول أحسن الله إليكم ما هو القول في من يقول أنه لا يجب السكوت فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم بل لا بد من البيان البيان نعم أحسن الله إليكم يقول كثرة القنوات الفضائية وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج الدينية ومن يظهر فيها من طلبة العلم السؤالي هو من نستفتي أولا استفتوا أهل العلم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا من عنده علم وتقوى من الله عز وجل العلماء لا تقي نعم يقول إذا اختلف المفتين لمن أستمع تستمع لمن معه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله الذي معه الدليل تأخذ بفتواه والذي يخالف الدليل تتركه وتترك فتواه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإذا كنت ما تعرف الدليل اسأل أهل العلم قل فلان يقول كذا وفلان يقول كذا أيهم الصحيح فالعالم يبين لك هذا نعم شيخنا الكريم انتشر بين بعض طلبة العلم تصنيف الناس وتصنيف العلماء ما توجيهكم وما نصيحتكم لا يجوز لا يجوز تنقص المسلمين وتصنيف المسلمين لأن هذا يوقع الشك والشكوك في المسلمين وتنقص المسلمين الواجب على المسلم أن يكف لسانه وقلمه عن المسلمين وأن يرد على أهل النفاق وأهل الشقاق ويرد كذلك على الخطأ الخطأ يبينه مهما كان وهذا مما يحمد عليه بيان الحق من غير تغرض لشخص أو تنقص لشخص لا غرضه الحق فقط أما الشخص فيدعو له بالهداية نعم أحسن الله إليكم نتوقف لحظات للأذان الله أكبر الله أكبر الله عفّر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله نحن لا نبحث عن الناس إنما نبحث عن الحق فمن معه الحق أيدناه ونصرناه ومن عنده خطأ تركنا خطأه ولا نتعرض لشخصه نعم أحسن الله إليكم بعض طلبة العلم ينشغل عن تعليم الناس وينشغل بتوزيع أشريطة يذكر فيها أخطاء بعض الدعاة وطلبة العلم وصار هذا هو شغله الشاغل ما نصيحتكم وتوجيهكم هذا أجبنا عليه وكررنا الإجابة عليه هذا يقصد التحريش والتفريق بين الناس فهذا يترك ولا يلتفت إليه وينصح ينصح عن هذا العمل نعم أحسن الله إليكم يقول لا يخفى ما يحدث في بلاد المسلمين من نصيحة من ما يسمى بالانتخابات نصيحتكم حول مشروعيتها والمشاركة فيها انتخابات ليست من نظام الإسلام نظام الإسلام أن أهل الحل والعقد يختارون وليهم أهل الحل والعقد والبقية تبع لهم بقية الرعية والأمة تبع لأهل الحل والعقد أو أن ولي الأمر يعهد من بعده إلى من يصلح للأمر فيلزم طاعته في ذلك مثل معاهد أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب وتقبلوا هذا ولم يعترضوا عليه هذا نظام الإسلام في اختيار الحاكم إما أن يكون ولي الأمر نص عليه واستخلفه وإما أن يكون أهل الحل والعقد إذا لم يكن الإمام نص على ولي عهد فأهل الحل والعقد من أهل العلم وأهل الراي يختارون من يصلح لذلك وبقية الرعية تبع لهم هذا نظام الإسلام نعم يقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك يسأل عن شرح هذا الحديث وهل هو على إطلاقه نعم على إطلاقه على إطلاقه لأن ألوال المسلم وإن كان ظالما وإن كان فاسقا لم يصل إلى حد الكهر تجب طاعته لأن في طاعته جمع الكلمة وحقن الدماء وسلامة الأمة وفي الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والناي عن المنكر مفاسد سفك دماء ولا يستقيم الأمر بعد ذلك أبدا هذا مجرب ماذا مجرب يعني هذا من ارتكاب أخف في الضررين الصبر على ظلمه وجوره أخف من الخروج عليه هذا من ارتكاب أخف في الضررين لدفع أعلاهما وهذا هو عقيدة المسلمين وما عمل به سلفنا الصالح مع الولاة نعم أحصل الله إليكم الحديث في عرضي ولاة الأمور وفي طلبة العلم والعلماء هل يعد أيضا ذلك من الذنوب والمعاصي؟ لا شك هذا من الغيبة هذا من الغيبة والغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب حتى مع أفراد الناس فكيف إذا كانت الغيبة لولاة الأمور وللعلماء فإثمها أشد ومفسدتها ومفسدتها أكبر نعم أحصل الله إليكم يسأل عن حكم التصوير التصوير محرم إلا للضرورة إذا دعت الضرورة إلى التصوير فلا بس قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررتم إليه فالضرورة لها حكم أما في غير الضرورة فلا يجوز التصوير لشدة الوعيد عليه نعم أحصل الله إليكم هل من فرق بين التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو؟ لا فرق بذلك الرسول ما فرق بل حرم الصور كلها بأي وسيلة ولم يفرق فأقل لي يفرقون ليس عندهم دليل إنما هذا اجتهاد منهم والاجتهاد إذا خالف الدليل لا يلتفت إليه نعم إدخال هذه الأجهزة للمساجد أحصل الله إليكم هذه للمصلحة لأجل نقل الدرس لأجل إفادة الناس نعم يقول في ظل الثورات العربية وما يسمى بالربيع العربي هناك من ينادي بحكم الدولة المدنية ويرفضون الدولة الإسلامية أو تحكيم الشريعة هذا ما هو غريب هذا هذا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه من يريد هذا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق ياتوا إليه مذعنين ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هذا ما هو غريب يا إخوان نعم أحسن الله إليكم انصراف بعض طلبة العلم أو انشغالهم ببعض وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك وانشغالهم عن طلب العلم ودخول بعضهم من أجل النصح والإرشاد ما توجيهكم هذه أمورنا لا أعرفها ولكن ما فيه ضرر وضرره أكثر من نفعه يجب تركه ما ضرره أكثر من نفعه يجب تركه والابتعاد عنه نعم أحد الأخوات تقول دخلت في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي للنصح والإرشاد ولكني أجد بعض الإطراء والثناء من قبل الرجال وأخشى أن يضر إيماني هل تنصحونني بالبقاء أم الخروج هذا راجع إلى نيتك إذا كان نيتك الخير فلا تلتفت إلى مدح الناس وثناء الناس اتركهم استمر في الخير أنت ما قصدت المدح ولا قصدت الثناء لكن هم أثنوا عليك هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن هذه بشرى للمؤمن نعم وإذا كانت امرأة أحسن الله إليكم وتخشى من محادث الرجال أو ثنائهم عليهم لا إذا كان يلزم عليه منكر كالمرأة مع الرجال بالاختلاط أو بسماع صوتها الفاتن أو غير ذلك فلا يجوز هذا شخص يحب الصلاة والعبادة لكنه يجد في نفسه وسوسة من قبول العمل ما نصيحتكم يترك هذا من الشيطان يترك الوسوسة في قبول العمل يعمل هو عليه أنه يعمل ويخلص النية